وحول المدهمات والاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات في قضاء طارمية ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي العراقي عبدالله الفراجي أهلا ومرحبا بك أستاذ عبدالله مدهمات واعتقالات لعدد من أهالي منطقة تلطاسة بقضاء طارمية ما آخر منتهت إليه هذه الحملة الأمنية من قبل الميليشيات طبعا العمليات مستمرة منذ عام 23 آن هذه المنطقة المنطقة تصبر منطقة طاروية منطقة ناهية تقع بين ناحية المشاهدة ومركز قضاء الطارمية المنطقة مترامية الأطراف تحدها من الغرض ناحية المشاهدة ومنطقة النباء ومن الشرق قضاء الطارمية ومنطقة السلمان ومنطقة الحيالين المنطقة عدد عشرات المرات لأسباب أمنية أغلغت تماما من قبل القوات الأمنية المنطقة هجر عاليها تماما عام 2014 ثم عادوا مثلا منهم تقريبا تقريبا لا تتجاوزا مثلا في عادة الخمسون في المئة نصف الثقاف عادوا بتزكيات من الشيوخ المناطق ومن الأجلزة الأمنية من هذه الخمسون في المئة الذين عادوا بتزكيات أدنية وصف الغباط الجيش والأمن الوطني تثم الاعتقالات تثم من ضمن هذه الخمسون في المئة الذين ثمت تزكياتهم طيب ما هي تبريرات الميليشيات يعني ما هي السبب أو ما هي الأسباب التي على أساس تبرر الميليشيات تلك المداهمات والاعتقالات السبب الظهر الذي هم يقولون أن العمليات استباقية دائما الجيش الذي تتمركز بداحية المشاهدة وفي قبارة التارمية يدعون أنهم يشدون عمليات استباقية على خلايا لتنميم داعش لكي لا تصل هذه الخلايا فيها جمادية إلى العاصر والمغداد بينما يرى مواطنه والسكان التارمية والمناطق المحيطة بها أن الاستهدام المتكرر لهذه المنطقة والمعدة المناطق مجاورة تتبع داحيتي المشاهدة والعضائي الشيوخات التارمية إنها تتم في ضبط طائفي خطوصا العمليات العمليات تجري معها عمليات سرقة وعمليات الشكل والسب طائفي وربما كلمات نابية تصدر من بعض ضباط ومتسبية القوات التي تشارك في هذه العمليات أبناء المتكرون أن هذه العمليات تصف في مصطحة المليشيات ربما هناك خطة لتجريف المساتين التي تحذب هذه المناطق وربما التأخير الديماراتي هو القادم خصوصا إن هذه المنطقة استراتيجية تقع بين الثلاثة وأربع محافظات بين محافظات أديانا من الشارق ومغداد من الجنوب ومن الأنبار من الغرب وصلاح الدين من الشق أستاذ عبدالله هذه الأسباب التي تتذرع بها الميليشيات لإعتقال المواطنين لكن ما الهدف برأيك وراء السدافة التارمية وأقضي ومدن بعينها بصورة متكررة الهدف هناك سكان شبه يوجد شبه وعي وإثام إن المستهدف هو طريق مغداد سامراء حيث الهلال الهلال كما يسموه الهلال الشيعي أو الهلال الميليشي يريدونها ربط مغداد بسامراء بشقة يطرير شرق الدولي طريق الدولي حيث نحيث المشاهدة وقضاء الطاربية وغرب الدولي حيث منطقة التاجي قضاء التاجي ومنطقة الدراعي مرورة بمنطقة الإسحاقي وصولها بسامراء يرجوه رابط مغداد بهذه المناطق دون أي قطر يرجوه تعجير هذه المناطق أهالي هذه المناطق التغيير الجمهوراتي هو الهدف حسب أهالي المنطقة حسب أغرى بأهالي المنطقة أنه كما قلت أهالي المنطقة لديهم خس كبير بأنهم هم المستعددون وليس خلاعي من عجل الذي ربما كرس تتجر تنقص عملية عملية قد أغالي المنطقة طبعا لأغلب العملية قد أغالي المنطقة وليس قد أغالي المنطقة في العراق سا عبدالله هل سمعتني هل تسمعني سا عبدالله كان معنا الأستاذ عبدالله الفراجي الصحفي العراقي من العاصمة العراقية بغداد عبر الهاتف شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا